الفرق بين المخزون الدوري والمخزون المستمر باستخدام المعادلة في ظل نظام المخزون الدوري كما ذكرنا يمكن الوصول إلى تكلفة البضاعة المباعة أو تكلفة المبيعات بالعملية الحسابية التالية المخزون السلعي أول الفترة زائد صافي المشتريات وذكرنا سابقا أن هذا الجزء من المعادلة يعبر عن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع وبطرح المخزون السلعي آخر الفترة والذي يتم التوصل إليه عن طريق الجرد الفعلي في ظل نظام المخزون الدوري نصل إلى تكلفة البضاعة المباعة أو تكلفة المبيعات أما في ظل نظام الجرد المستمر أو المخزون المستمر فإن المعادلة تكون على النحو التالي المخزون السلعي أول الفترة زائد صافي المشتريات وبطرح تكلفة البضاعة المباعة من تكلفة البضاعة المتاحة للبيع نصل إلى تكلفة المخزون السلعي آخر الفترة والمثال التالي يوضح كيفية المعالجة المحاسبية لعمليات المخزون في ظل نظام المخزون الدوري والمخزون المستمر فالبيانات التالية خاصة بمنشأة الأمل التجارية في 30-12-34 بلغت المبيعات النقدية خلال الفترة 1200 وحدة سعر الوحدة 10 ريال رصيد المخزون السلعي في بداية الفترة 200 وحدة تكلفة الوحدة 6 ريال كما بلغت المشتريات النقدية خلال الفترة 1800 وحدة تكلفة الوحدة 6 ريال أيضا رصيد المخزون السلعي في نهاية الفترة 800 وحدة تكلفة الوحدة 6 ريال المطلوب إعداد القيود اللازمة لتسجيل العمليات السابقة شاملة القيود اللازمة إعدادها في 30-12-34 وذلك في ظل نظامي المخزون المستمر والمخزون الدوري والإجابة كما ذكرنا سابقا فإن استخدام الشركة لنظام المخزون المستمر يعني أنه يتم فتح حساب واحد باسم حساب المخزون السلعي تعالج فيه كافة العمليات المتعلقة بالبضاعة فإذا تم الشراء مثلا نقدا يتم جعل حساب المخزون السلعي مدينة وحساب النقدية دائنا ولا يظهر هنا حساب للمشتريات في حالة بيع البضاعة يتم إثبات بيع البضاعة بسعر البيع حساب النقدية مدينة وحساب المبيعات دائنا ولا تختلف هذه المعالجة في حالة البيع عنها في ظل المخزون الدوري قيد التسوية وهو تحديد التكلفة فالبضاعة التي تم بيعها وتم إثباتها كمبيعات بسعر البيع يتم تخفيض حساب المخزون السلعي بتكلفة تلك البضاعة التي تم بيعها بالقيد التالي حساب تكلفة البضاعة المباعة مدينة وحساب المخزون السلعي دائنا وهذا يعني أن رصيد حساب المخزون السلعي في أي فترة من فترات العام يعبر عن رصيد المخزون السلعي المتبقي في نهاية الفترة الفرق بين الجانب المدين والجانب الدائم ولا توجد هنا قيود تسوية حيث أنه يمكن الوصول إلى رصيد المخزون السلعي في نهاية الفترة عن طريق رصيد هذا الحساب وهو حساب المخزون السلعي في أي لحظة من لحظات الفترة المالية أما في ظل نظام المخزون الدوري فكما ذكرنا تتم معالجة عمليات المخزون بفتح عدة حسابات فعند شراء البضاعة يتم فتح حساب المشتريات ويجعل مدينة بقيمة المشتريات وطالما أن الشراء تم نقدا في حساب النقدية دائنا في حالة بيع البضاعة يجرى نفس القيد حساب النقدية مدين حساب المبيعات دائنا ولا توجد أيضا قيود تسوية لكن في نهاية الفترة كما ذكرنا يتم الوصول إلى تحديد تكلفة البضاعة المباعة أو تكلفة المبيعات بالعملية الحسابية التي ذكرناها سابقا وهي عبارة عن المخزون السلعي أول الفترة زائد صاف المشتريات ناقص المخزون السلعي آخر الفترة نصل إلى تكلفة البضاعة المباعة أيضا هناك تطبيق يوضح كيفية معالجة بضاعة الأمانة والبضاعة بالطريق وهل تدخل ضمن تكلفة المخزون السلعي للشركة في نهاية الفترة أم لا فإذا كانت البنود التالية لمنشأة الرواب الخضراء احتوى المخزون السلعي لهذه الشركة على البنود التالية احتوى على بضاعة أمانة طرف وكلاء المنشأة بسعر بيع 70 ألف ريال يتضمن سعر البيع 40% كهامش ربح بضاعة مشترى وما زالت في الطريق شرط التسليم ميناء الشحن أو مخازن المورد وتكلفتها 36 ألف ريال وأيضا هناك بضاعة في حيازة المنشأة بصفتها بضاعة أمانة للغير وتكلفتها 32 ألف ريال فطبقا لهذه البيانات يجب تخفيض قيمة المخزون بمبلغ ومن الطبيعي أنه سيتم تخفيض قيمة المخزون بالمبالغ أو بالعناصر التي لا تدخل أصلا ضمن تكلفة مخزون آخر المدة للشركة فهل يتم تخفيض قيمة المخزون بمبلغ 68 ألف ريال أم ب110 ألف ريال أم ب60 ألف ريال أم ب64 ألف ريال أم بشيء آخر لأنه لا يوجد شيء مما ذكره صحيح بالرجوع إلى ما درسناه أولا بضاعة الأمانة طرف وكلاء المنشأة بضاعة الأمانة الموجودة طرف الوكيل هي ما زالت ملك المنشأة وبالتالي يجب إضراجها ضمن تكلفة مخزون آخر المدة لكن بتكلفتها وحيث أنه تم إرسال هذه البضاعة للوكيل بسعر بيع 70 ألف ريال ويتضمن 40% كهامش ربح إذن يجب استبعاد هامش الربح وتدخل البضاعة ضمن تكلفة المخزون بتكلفتها فقط وهامش الربح هو عبارة عن 70 في 40% تساوي 28 ألف ريال في هذه الحالة إذن يجب تخفيض قيمة المخزون بمبلغ 28 ألف ريال العنصر الثاني البضاعة المشترى وما زالت بالطريق شرط التسليم مناء الشحنة أو مخازن المورد معنى ذلك أن هذه البضاعة تدخل ضمن تكلفة مخزون آخر المدة للشركة بمجرد خروجها من مخازن المورد لأمنها بمجرد خروجها تعتبر دخلت في ملكية الشركة ولذلك فلا يجب تخفيض المخزون بأي شيء في هذا العنصر العنصر الثالث البضاعة الموجودة في حيازة المنشأة بصفتها بضاعة أمانة للغير من الطبيعي هذه البضاعة ليست ملك للمنشأة هي ملك للموكل ولذلك يجب تخفيض قيمة المخزون السلعي للمنشأة بهذا المبلغ 32 ألف ريال إذن يجب تخفيض المخزون السلعي لمنشأة الروابي بمبلغ إجمالي 60 ألف ريال وتكون الإجابة رقم جيم هي الإجابة الصحيحة